موسيقى شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيرانه تحالف دعم الشرعية هجوما واسعا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة ماهلية جنوب محافظة مارب وقال مصدر عسكري ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوما من عدة محاور تمكنوا على اثره من تحرير مواقع مرتفعات استراتيجية في منطقة رحبة ومناطق اخرى جنوب مارب وما تزال المعارك مستمرة وسط تقدم الابطال واضاف ان المعارك اسفرت عن سقوط عشرات القتل والجرحة في صفوف الميليشيات الخوثية الى جانب خسائر اخرى في المعدات القتالية وتزامنت المعارك مع غارات دقيقة لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات كانت في طريقها الى الميليشيات الخوثية واسفرت عن تدمير عربتين وعدد من الاطقم ومصرع كل من كانوا على متنها قالت مصادر ميدانية ان طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات حوثية كبيرة عند خروجها من غانية بالبيضاء وعفقا للمصادر فان التعزيزات كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات الخوثية في جبهة نجد المجمعة واضفت المصادر ان القصف اباد التعزيزات بالكامل كما استهدف طيران التحالف عدة اطقم عسكرية محملة بالاسلحة وعناصر الميليشيات الحوثية بينهم قادة ميدانيين قادمة من صنعاب اتجاه جبهة المخدرة وتلقت الميليشيات الحوثية هزائم متتالية الايام الاخيرة في جبهة مأرب بعد فشل زحفاتها المتكررة على مواقع الجيش الوطني تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع شنته الميليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا شرق مديرية الدريهم الواقع جنوب محافظة الحديدة وذكر مصدر عسكري ميداني ان الميليشيات الحوثية شنت هجوما مسلحا واسعا مستخدمة الاسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية وتصدى لها ابطال القوات المشتركة بكل بسالة وحزم واكد المصدر ان القوات المشتركة كبدت الميليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد حيث سقط عشرات القتل والجرحة في صفوف الميليشيات فيما عاد من تبقى منهم يجرون وراءهم اذيال الهزيمة والانكسار وكانت القوات المشتركة قد الحقت بالميليشيات الحوثية هزاء مقاسيا في الايام الثلاثة الاخيرة موقعة مئة القتل والجرحة من الميليشيات الحوثية بينهم قيادي ميداني بارز يكن ابو حسين الكبسي الذي لقي مصرعه وعشرات من الميليشيات شمال غرب حيس انتزع مشروع الملك سلمالي لغاثة والاعمال الانسانية مسام لتطهير اليمن من الالغام الفا واربعمية واثنين لغم خلال الاسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2020 كانت زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق مختلفة في اليمن ووضح المركز ان الالغام التي انتزعها بينها ستة الغام مضادة للأفراد ومئة وثلاث وسبعون لغما مضادة للدبابات وستمئة وثمان ذخير غير منفجرة وخمسمئة وخمس وتسعون عبوة ناسفة مشيرا الى ان اجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الان مئة وتسعة وثمانين الف ومئة وسبعة وتسعين لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الاراضي والمدارس والبيوت في اليمن حاولت اخفاءها باشكال والوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الاطفال والنساء وكبار السن اشتركوا في القناة